كنا أن التحالف يضغط على الحكومة الآن هل باستطاعتها بمعزل عن التحالف وعن السعودية أن تساهم على الأقل في الحد من قطر ريال؟ نعم تستطيع السعودية لا تتكلم من الحكومة بمعزل عن السعودية؟ لا تستطيع عاقزة؟ بدون لا يمكن لأنها في الأخير هي تنفذ أجندات مفروض عليها من قبل التشقاف السعودية والتحالف لا تمتلك مواردها ولا تمتلك الجانب المالي؟ على أرض الواقع سلطة الحكم في اليمن هناك بعض الأمور المحدودة ولا يمكن الأدوات التي تؤدي إلى فرض ممكن يعطوهم تعليمات ممكن يكون مبادرات وطنية ليست حكومة شرعية الحكومة الشرعية بالتعاون مع المواطن اليمني مع رجال الأعمال ممكن أن يفعلوا شيئا بمعزل عن التحالف وبمعزل عن المجتمع الدولي كحلول يمنية يمنية داخلية ممكن أما إذا أرادوا فقط كحكومة شرعية أن تعطي تعليمات وأن تقوم بحلول بهذه الجزئية لن تستطيع نعم سأعود إليك أستاذ شهب الأزعزي وأيضا نذهب إلى أستاذ أحمد الجماعي بهذا السؤال أستاذ أحمد هناك اجتماع اليوم بين البنك المركزي والبنوك في عدن تقدم باستطاع الحكومة الشرعية أو البنك المركزي الحد من تدهور الريال بمعزل عن تدخل التحالف وتدخل السعودية؟ أو ما هي الإقراءات الممكنة على الأقل للحد من هذا الانهيار؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ المصير مشترك والانتزام القانوني والمسؤولية القانونية والأخوية والمصيرية كلها تصب في أنه لا يجب أن ننزع هذا الشق عن بعضه هذا السؤال عن بعضه نعم لو افترضنا وهو ما يقوم به البنك المركزي هذه الأيام في عدن فطوات جيدة وكبيرة ومهمة في اتجاه واحد لكن من يغذي صمود هذا البنك إذا كان يستطيع أن يكبح جماع المضاربة بالعملة؟ وهو أمر الآن أصبح واقع من أين سيذهب الناس ليحصلوا على الدولارات غير من السوق؟ من أين ستحصل عليها شركة النفط اليمنية حتى وهي جاء حكومية؟ من أين سيحصل التجار الجملة وتجار المواد الغذائية والرئيسية؟ إلا من السوق إذا لم يوجد بنك مركزي لديه عملة وتتذكر معي أن أول ما وصلت الملياري دولار فعليا إلى حساب المركز اليمني خارج البلاد في أحد البنوك العربية أول ما سارع كبار التجار كبار التجار لا يوجد في الاقتصاد إلا أبيض وأسود يا إما تمولني يا إما أذهب إلى الشارع من أين سأذهب؟ وبالتالي سيأتي هائل سعيد ويأتي فاهم ويأتي الحبار وكل التجار سيذهبون إلى عدن وبالفعل استطاع أن يحرك العجلة ومقابلها أيضاً واجهها الحوتي بخطوات عنيفة وصادمة وقاسية منها إلغاء التعامل بالعملة الجديدة ومنها أيضاً الآن اقتحام المصارف والبنوك والشركات الكبرى وتغيير مجال إدارتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة